وإذا أجلت انتخابات بعد ذلك ومنعت انتخابات السوء الفاسل ليستولي فيها المجرم على البلاد عليك أن تختار من تراه الأنسب مش ضروري أن يكون هو أعدل أهل زمانة مش بالضروري أن يكون هو كامل العدل بل أعدل أهل زمانة تقاري الناس الموجودين وأحصن فيهم واحد أمانة وديانة وقوة وجلدا في الحق أحصن واحد فيهم هو الذي يجب عليك أن تختاره لكن لا يجلد لك أن تعزف عن مشاركة تعزف عن مشاركة وتقول لا خلاص هذه الأشياء كلها فارغة وكلها يعني في النهاية كل واحد يخذه من نفسها لا أبدا هذه الصلبية هي التي تؤدي بالبلد لذلك لابد أن يشارك الناس بقوة في انتخابات بعد أن يمنع المجرم من المشاركة فيها هذا هو الذي يجب أن يفعلوه لا أن يقاطعوا الانتخابات مقاطعة الانتخابات إثم إذا أجرت الانتخابات وطلت منك أن تختار الأفضل وتركت وجلست في بيتك وجلوسك في بيتك في تلك حالة إثم لأنك تركت ما أمرك الله به أن تختار من يحكمك بالعدل والإنصاف ويقيم الحق ويقيم الدين أنت ساهمت في نصرة الباطل بجلوسك في بيتك يوم الانتخابات ترجمة نانسي قنقر